هل نفسك تتعلم برنامج الفوتشوب ومش عارف تبدأ ازاي او بالفعل انت بدأت تتعلم ولكن ازهيته ما كملتش اذا انت في المكان الصح انا معكم مهندس عمر حسن انا فريلانس جرافيك دزاينر وينستركتور في دبلومة الجرافيك وما بدأ التصميم انا خبرة اكتر من اربع سنين في عالم جرافيك واشتغلت مع كتير من الشركات جوا مصر وفي دول خليج ودربت كمان اكتر من الف متدرب ما بين محاضرات وسيشانات وكورس مختلفة واهلا بكم في كورس الفوتشوب العملي من البداية الى الاحتراف الكورس ده متقسم لسبع اقسام اساسيين هنتعلم فيهم برنامج الفوتشوب بشكل احترافي خطوة بخطوة من البداية للاحتراف ان شاء الله في القسم الاول هنكلم عن الانتروفيس او الواجهة الاساسية جوا برنامج فوتشوب 2020 وكمان هنتكلم عن وازاي نتعامل معها كمان هنتكلم عن ادوات رسم الاشكال وهنبدأ مع بعض اول تطبيق عملي خطوة بخطوة لتصميم كارت شخصي احترافي وبعدين هنخش على القسم التاني وفيه هنتكلم عن ادوات التحديد جوا الفوتشوب وهنتعلم الطرق والتكنيكات الخاصة بالقص بشكل احترافي وازاي نفرغ الخلفيات كمان هنتكلم عن ازاي نرسم ونصمم باكجراونز او خلفيات بشكل احترافي وانواحها المختلفة وازاي نتحكم ونعدل فيها وازاي نختار افضل تناسقات لونية عشان تطلع شكل خلفية رائع ومتناسق كمان هنتكلم عن التحويل او الترانسفورم جوا الفوتشوب وفي النهاية بنعمل تطبيقات عملية عن تصميمات سوشيال ميديا احترافية بداية من اختيار الخلفية المناسبة واختيار الصور والعناصر اللي هنستخدمها جوا التصميمات دي وبعدين بنخش على القسم التالت بنتكلم فيها على الادات الكتابة جوا الفوتشوب وانواع الكتابة وازاي نتعامل مع الخطوط وازاي نحملها ويه اهم من المواقع تحميل الخطوط وبنعمل كمان تطبيق عمل في النهاية على كول الكتابة عشان نفهم ونستوعب اللي خدناه في اداة الكتابة وبعد كده بنخش على القسم الرابع ومع اهم واخطر اداة جوا الفوتشوب وهي اداة البنتول بنتعلم اساسيات وقواعد التعامل مع الاداة دي وكمان بنتعلم ازاي نستخدمها وبنعمل بيها تطبيقات عملية على الاداة زي نحن نرسم لجوهات مشهورة زي لوجو تويتر وكمان لوجو باتمان وبنعمل تصميمات كاملة لكرت احترافي الوش والظهر بتاعه وبعدين بقى بنجي القسم الممتع وهو الريتوتشينج او الادد جوا الفوتشوب وبنتعلم ازاي نشتغل مع الادوات المختلفة للريتوتشينج عشان نزيل عيوب الصور ونتلاعب بشكل احترافي في الصور ونتحكم في تفتيح او تغمية او تشبع لون البشرة وبعدين بنخش على القسم السادس اللي بنتعامل فيه بشكل عملي مع الماسك وبنعرف اهميته وبنفهم القواعد الاساسية للماسك وكمان بننكلم عن الكليبج ماسك وطبعا بنشرح عليهم تطبيقات عملية عشان نفهمهم ونستوعبهم بشكل كبير وبعدين بنخش على الفلاتر جوا الفوتشوب بنعرف اهم الفلاتر وازاي نستخدمها عشان نطلع صور احترافية وكمان بنشرح الادجاسمنتس وازاي نتعامل معها وبنشرح عليها تطبيقات عملية كتير زي تحسين الاضاءة والتباين اللوني وكمان ازاي نغير لون العين ولون التشيرت وكمان ازاي نعمل تبييد وتفتيح للأسنان وازاي نطبق تأثير الابيض والاسود وغيرها كتير من التطبيقات وفي القسم الاخير بنتكلم عن الادوات المتقدمة في الفوتشوب زي التايم لاين وهنتعلم ازاي نعمل تحريك او انيميشن جوا الفوتشوب وهنام نعمل تطبيقات مختلفة في المضوع ده وفي النهاية بنعرف ازاي نحفظ الحاجات المتحركة دي بصيغة الفيديو وبصيغة جي اي اف عشان ننشرهم على منصات التواصل المختلفة زي الفيسبوك وانستجرام وبعدين بقى بنكامل في الجزء المتقدم وبنعرف ازاي نصنع اشكال ثلاثية العباد او 3D وازاي نتعامل معها ونتحكم في الاتجاهات وموضع الكاميرا والماتيريالز وموضع الاضاءة وازاي نعمل رندر وغيرها كتير من الحاجات وبنعمل كمان تطبيقات عملية على 3D واخر حاجة في الكورس بنكلم عن الاكشنز وازاي نحملها وازاي نصنع اكشن خاص بينا في برنامج الفوتشوب طيب نيجي للسؤال الاهم ليه كورس الفوتشوب العملي ما انا فيه كورسات قدامي اولاين ومجانية وعلى يوتيوب ليه اخد كورس مدفوع زي ده خلينا في الوقت نكون متفقين عن حاجة ان اغلب الكورسات اللي على يوتيوب او المجانية بتكون ايما مش كاملة او مجرد كورسات بتشرح اساسيات وادوات بدون ما يعمل معك تطبيقات عملية وفيه غيرها بيكون مفهاش سيستم او نظام بتمشي عليه من اول الاخر بتعرف انت بتبدأ ازاي وبتوصل لايه والاهم من كده انها بتكون مليان اعلانات بتطلع عينك وبتعملك تشتيت في دراسة المحتوى بتاعها طيب ايه رايك لو قلتلك ان هيكون في كورس بيتميز ببعض الحاجات المهمة جدا اول حاجة شرح ومبسط وثالث وان الكورس ماشي معاك بسيستم معين خطوة بخطوة من البداية للاحتراف كمان ان الكورس مليان بكمية كبيرة من التطبيقات العملية والتسكات او المهام عشان تستوعب الكورس في شكل مميز كمان ان الكورس مرفوع على منصة مشهورة زي يودمي ومتاح معاك مدى الحياة بدون بقى ازعاج الاعلانات وكمان تقدر تعيده اكتر من مرة كمان الكورس بيتميز بتحديثات مستمرة على الكورس بشكل مجاني اما بقى بالنسبة لسعر الكورس الكورس حاليا سعره اصلي 60 دولار او حوالي 1000 جنيه مصري ولكن طبعا ابشركم من كل الناس اللي متابعاني هيكون في كود خصم وسعر الكورس هيكون بعد الخصم حوالي 250 جنيه مصري او 15 دولار يعني احنا من الكلام دلوقتي عن سعر الكورس هبقى 250 جنيه بدلا من 1000 جنيه والكلام ده هيكون متاح لفترة محدودة فبعد طبعا ما تاخذ الفترة دي فالكورس بيرجع اوتوماتيك لسعره الاصلي ففعلا فرصة كبيرة ياريت تلحقاها في اسرع وقت وكود خصم هيكون موجود عندكم في وصف الفيديو طيب انت محتاج ايه عشان تبدأ الكورس كل انت محتاجه يكون معك جهاز كمبيوتر ووصلة نت وتكون حابق انك تتعلم وتطور من نفسك واهلا بكم في كورس الفوتشوب العملي من البداية الى الاحتراف